تواصل عناصر في الشرطة العسكرية في محافظة المهرة انتهاكاتها بحق المواطنين والقيادات الحكومية من خلال تنفيذ عمليات تعسفية خارج الأطر الرسمية آخر تلك الانتهاكات ما تعرض له وكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب بدر سالم كلشات بقيام عناصر تابعة للشرطة العسكرية بتتبع سيارته الخاصة وتوقيفها وتفتيشها رغم وجود عائلته على متنها لم تكتفي عناصر الشرطة العسكرية بذلك بل قامت باقتحام منزل كلشات وتفتيشه دون إذن قضائي مسبق في انتهاك صارخ للقانون الوكيل كلشات طالب نيابة الغيضة الابتدائية بفتح تحقيق عاجل مع قائد الشرطة العسكرية في المحافظة العقيد محسن علي محسن مرصع على خلفية الانتهاكات الأخيرة التي تعرض لها مع أسرته تضامن شعبي مع القضية من قبل ناشطين وحقوقيين وإعلاميين في المهرة وصفين ما تعرض له الوكيل كلشات بالعمل غير المبرر وليس الأول من نوعه من قبل تلك العناصر داعين السلطات الأمنية والقضائية في المحافظة لوضع حد لانتهاكات تلك العناصر ومحاسبتهم العناصر ذاتها في الشرطة العسكرية كانت قد تعرضت لطاقم قناة المهرية في وقت سابق في مدينة الغيضة ومارست الإرهاب بحقهم وزجت بهم في السجن لساعات دون أي ذنب اقترفوه في تجسيد واضح للملشنة التي تمارسها ومدى مخالفتها للقانون وأمام الانتهاكات المستمرة لشرطة العسكرية في المهرة يبرز التساؤل عن الجهة التي تخدمها تلك العناصر وتحت أي غطاء تداهم وتحاصر وتعتقل أبناء المهرة ورجالها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر